بسم الله وصلاة والسلام على رسول الله مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله تكونوا كامل بخير اليوم أجبت لكم وصفات أغاتو بخيستيج بزاف شباب بخيزنتابل يليق الكامل المناسبات سورتو هكدا لي عندها كمية قليلة كي ما شوفها مهيبة ولا باركزمبل مام في العياد وحدا كتكون حابة تخدم اموديل جديد تخلق به اللي الضيوف ديالها دونك هادا يليق بزاف فيه بزاف مراحل يعني مئانية نظمت لكم المراحل وسهلت لكم العرسات هكدا باش ما تعجزوش اللي تحب تسييه ويعني سهل ما فيش كامل بزاف اللي زينغريديون ولا وتان تقدروه تديروه في اللون والدوق اللي تحبوه أنا اليوم ما درتو غاز بالفخاز دوق هكدا فروي روج ولا سينو يجي بزاف شباب في البيستاش ولا اللي في الباج تاني يكا مالي يجي بزاف حيل المهم ما نطبولش عليكم ونبدأولها غزات مع بعض دونك هنه ينبدأو فلابات انا هنا خدمت كمية صغيرة تاع عشر حبات عندي ميا وخمسة وعشرين قرام مارغانين طرية درت لها قرصة ملح درت لها مغيرفة صغيرة لفاني ودرت لها مغيرفة كبيرة سيكرو غلاس زدت لها نص حباتع بيض اللي نجيب حباتع بيض نضربها نحط النص ديالها هذا ما كان أنا كانت عندي هدي كنت خدمت ونغست واحدة اخرى استعملت فيها نص حباتع بيض وقعدت لي هدي يعني كانت تقريبا تبان ما نص حباتع ما جاتني سوا سوا كي ما تقدروه تديروه حباتع كاملة ما يضرش يعني في الوصفة بالعكس يزيد لكم فلا كونتيتي نخلط هدوك المكوينة اللولين مع بعض غير بيض دي ونزيد أربع غير فاتع خميرة كيميائيا نجوزها على الصفاية هنا يتاني زد زوج مغارف كبار جلجلان محمص وننزيد تاني وننخلط هدو المكونات ونطم بالفالينة حتى تولي لي اعجينة طيام هدو المقادير يخرجوا لي عشر حبات الوزن تحهم خمسة وثلاثين حبات أنا رايح نخدم اليوم في المول تعل مهرس القديم كامل اللول كامل اللي يخرج هو يعني يجي بزاف كبير نظرون كده عندكم انتو ما ديمول يجو ديمول أصغر من هكذا من أحسن استعملوهم أنا درت كي ما قلت لكم مول تعل مهرس هذا ديروا فيه العجينة خمسة وثلاثين قرام مش يقل أنا هنا يدرت ربعة وثلاثين قرام لكل حبة خرجت لي حداشن حبة إذا كنتو يعني واحدة مبتدئة أو تخاف لازم تدير خمسة وثلاثين قرام بسكوا علاج في هذا المول تعل مهرس ما تقدروش تخدموا العجينة وتقعدوا تزيدوا ووزنوها خمسة وثلاثين على ضربة وحطوها وسقموها في المول تاعكم باش هكدا تتأكدوا بلي مايش هتتكسر لكم المهم ندير أنا الحبات ديالي أعطوهم وقتكم باش تطيروا الحباها كم سقما سيختو في الحواف ديالها سقموها مليح باش هكدا الحبا ما تتكسر لكمش فيو كالحبات على المهرس كبيرة هدي هي دونك أنا كي نحطوهم في المول ديالهم نحطوهم في الكنجلاتور حتى يتجمدو ونجيب هاد العفسات على البابي كويسة نكرفس هكا مرسو صغير وندير كاري واحد اخر ونحطوه في الوسط شوفو كيفاش يجيني هات الشكل ونحط في كل حبا هكدا نضمن باللي ميتنفخ ما ما يصرع لها لوبلا من ديال هديك العفسات على الحمص واللوبيا هديك نحطوها لداخل دونك أنا هدي عفسات قدرتها من راسي وبزاف هاي لا نحطوهم يطيبو على 180 درجة حتى يتحمروا هملك بعد ما طابو شوفو كيفاش قاعدو انتاكت كيما دخلتهم كيما خرجتهم لحاوف ديرهم ما حبطوش عمليمات خبالا وش ندير نخليهم حتى يبردو يبردو يعني يتفاو هكا ما تنحولهم ش هاداك لوبابيو هما سخونين ونبدأ نحف هاداك لوبابيو ونديموريهم هنا يجوني بزاف هشاشي يعني فغير ما هنا كنت نحفهم شوية دافيين كنت نساعة فيهم غير بالعقل نخليهم حتى يبردو تماما ونزيد هاد المرحلة اللي راهي اختياريات قدروا تستغنو عليها بزادت في الشكل وفي الدوق بينسور لدينا ايا شوكولا بيضا في الوصفة هادي كامل عشر حبات دوبت لها ميتين وخمسين جرام شوكولا كفاتني بين الورد وبين لغلاساش تاع هادو ليفون دوتاخت ولا ليبو هادو دونك انا يدرت شوكولا بيضا دوبتها لحمة مائي الحاجة اللي ولا خدمت بيها الورد قبل بسكو الورد نخدمو بدون اضافات اللي قعدتلي جبتها زدت لها الزيت زدت لها زوج مغرف كبار تاع الزيت زدت لها شوية بيستاش مرحي وبديت ندير في الوغلاساش تاع هاد ليفون دوتاخت ان شاء الله تكونوا فهمتوني بارك انا هنا في الفيديو راني ننضمتلكم المرحل كل مرحلة درتها اعباغ باش تفهموا دونك نديرلو غلاساش بهات الطريقة اهنا يمل احسن كل ما تحطوا حبها فوق السنيوة هاديك تقعدو تدنيو فيها هكدا باش ما تلسقلناش شوكولا زيدة هاديك تتنحها قعدت اهنا يكلت خيقا ندنيهم شوية باش كيما قدلكم الشوكولا هاديك متقعدش ومتجينيش وعلا باش ننقيها من بعد انا كدرت هاد طريقة من بعد كي نشفوني نحيتهم تيركتو من قيهن ما نحيت لهم حتى مرسوت على شوكولا ونخلوهم ينشفو تماما هنيا رايح نخدم هادو كليف لغليم الفوق كي ما قلتلكم هادي المرحلة بديت بيها قبل ما ندير اللي لاساش تقليبو فهمتوني دونك جبت هنيا اه شوكولا بيضا دوبتها في عمام مائي درت لها هنيا درت كولوران سبيسيال شوكولا هاداك ماجيك كيك اه ما يتبعش كامل غالي اه المهم والا وندير الطريقة هادي تعمرلي ملتع شوكولا ديالي غاني ديرت لكم فيديو مفصل تقليل هاد الورود تقليل شوكولا درت لكم فيهم كامل لزاستوس كيفاش تنجحوا فيهم يعني عندكم فيديو مفصل له فلاشين دو نخليه لكم تحت هاد الافيديو اللاستوس اللولانية حطوا لي مول ديالكم في الكنجيلاتور قبل ما تبدو تخدموا بيهم وشوكولا ديالكم خلوها تبرد شوية باش تبدو تخدموا عمروا المول هادا الماكسيمم خبطو شوية فوق الطابلة باش يخرجوا فوقاعد الهواء ونقيوا المول ديالكم من برا هكا وحطوه في الكنجيلاتور تقريبا هاداك مانبا خمس دقايق يجمد اجبدو وديرو طبقة تانية سيختو على الحواف برك هدي هي يعني كانت تبعوا الطريقة الي قتلكم عليها تقدرو تديرو طبقة وحداتك فيكم انا يا تل ما عجبوني هاد الوردات ونحب نخدمهم دونك حبيت نستثمرهم في موديل هكذا تعليقاتو عجبتني هاد الفكرة انا هاد الموديل ماشي من ابتكاري يعني شفته ديجا وديت الشكل ديالو ولاغو صدرتها من عندي هادي هي هنيا رايح نخدم لافاخس تاع المهرس عندي هنيا كيلة تاع بيسكويت انا يا دايمن نستعمل ليشوت تاع السابلي ليقعدو لي دايمن نخبيهم وكينجي نستعملهم نحطهم في الفوق يتحمصوا شوية ونرحيهم ولا تقدرو تستعملوا البيسكويت ليتباع ودايمن كيتشروه مامي تكونو شريته بسا حمصوه ورحيوه بش يعطيكم دوق شباب وثاني راني دايرا نصف كيلة تاع حلوة ترك ونغمان ما ندير كيلة تاع مكسارات محمصين انا هنا يدتاني نصف كيلة تاع مكسارات هذا مكان درت قرصة تاع الملح مليها تزيدوها ورايح نطم هاد المكونات غير بلا كونفيتشور هنيا راكو احرار تقدرو تطموها بشوكولات تختيني تقدرو تطموها بالكارامل تقدرو تزيدو الكخنشي إذا ما قطايف محمصين ولا هادوك اللافيتين هنيا حبيت نديرو شوية اقتصادي وهذا الفخص هدي تجيب الزف كما قد كم راكو حرار دوكارا كهين لشواء ديرو انتوما والمقدور ديالكم هنا انا طميتها 4 مغارف كبار تاعكم في تشور تموها لي نصيحة برك إذا كان لغاتوا ديالكم حيطول ديرو اللافيخ هدي جارية شوية باش قدمت قعد شدة وإذا كنتوا راح تستهلكو تعتمتم خلوها شدة راح شوية هدا ما كان هنيا فوالا كل شي راهو واجد عندي هادو لفون ديالتاخت فوالا شوفوا كيفاشا نرفض فيه من فوق السنوة ملسقوش من باك هذيك العبسة كينزرزحون هكذاك كانت الشوكولات لسق في البلاتو دونك جاوني منقيين ديجا فوالا هادو هما جتلو الشوكولات ديرو هم تبريي هاي لا أنا نخدم بشوكودادا بيضا فوالا هدا ما كان وهنايا راح ندير لفوغاش تالي فلغ فوالا هنيا في القناة راني ديرتلكم زوج لغوسيت تاع الحشو هنيا زيت حبيت النوع ما حبيتش نعود نفس الوصفات واشتدرت هنيا كانت عندي لها جنواز من قبل كنت خدمتلكم بها لير كيك هادا كلميني تاع سيتخون يعني هنيا راهي غو سيتخون وفيها بودور الخشخاش كانت هي ديجا كرنشي وزيتلها شوية هكذا انكوانسيتي تاع مقطايف محمصين هدا ما كان واشتدرت فيها حبيتتاني نديرها اقتصادية ما فيهاش بزاف مكونات ودرت هاداك الفوغاش هاداك تاع دوك خام اللي راهو يتباع شوفو فيه كامل ادواق وكامل ادواق فيهم كرنشي وفيهم العادي كشوال شوكولا اتغتييني بكامل الادواق هادي هي طميت ان هي بتاع فخوي روج كرنشي جا دوك هاي يعني وسيختو هادو دوك خام موشي اجبني في الكرنشي تاعهم جاي كرنشي تاعهم خشين ويطول القرمجة ديالوه بزافها قاوية هادا ما كان ننطم هاداك الفخص ديالي وسيوا اللي فخص دي ديروهم في الفلوغ هكا ديروهم شوية جاريين باش هاداك الحبات على الفلوغ كي تاكلوها تجي سائلة وتحب بوتان لما زيد من الدوك والبنة تحطو شوية من هاداك شوكولا اتغتييني قبل ما تحطوه لافخص في كل حبات على فلوغ هادا ما كان وكي نكمل نحط لافخص هكذا نزيد نغلق عليها بشوية شوكولا ندير اون كوش هكا تخيفين يعني رقية وقابل هادا ما كان هنا ندير المونتاج بعد ما وجدت كامل وش يلزم دونك هاي قوليك هاد المودال درتو مع الاول يخرج بزاف شباب كشوغل انبو دفلوغ يعني هكا هاي القدامكم شوفوا يدي بزاف شباب رماركت بلي المودال يجو شابين بزاف ما يبانو الشابين كي ما في الحقيقة في الفوتو في الفيديو ما معلش المهم ما نقول لكم بلي راهو بزاف شباب وبزاف بخيزونتابل وقعد ان اماجينيه بزاف الكولار كي ما قلت لكم بيستاش يجي في الفير كارامال يجي في الباج في سي تخانتان يجي صفر يجي هايل المهم نحط لافخص ديالي في فليبو هادو فلي فوند التارت اه عمروا لافخص ديالكم حتى الفوقة هاكدا وكي ما راني ندير هاكدا باش تغطو هادو كلي ديفو هادا ما كان وهنا ينتو مع والدوق ديالكم فلا ديكوراسيون شتو كاين هاد لي باغل هاد لي ديكوراسيون رمي يتبعو غير هما كاين هادك السكر الملون كاين هادو لي باغل الملونين انا هكدا بش يعني الامانة هادو لي ديكوراسيون اللي خدمت فيهم تعالي امبورتاسيون هادا ما كان باش يعني نقول لكم سينو كاين هادو كلي بول تعزيرية هاي مخرجين تاني فيهم غالي كولار اه درت انا هنا بزاف لي ديكوراسيون مالي عجبتني فريمو هي هادك تعالي بول الكبار هادك هي لي جا تشبه فيهم وادواء كيما قلت لكم انتم وادواء ديلكم المهم انا كملت زوقت الحبات ديالي كيما قلت لكم لي كنتيتي اللي مديت لكم خرجو لي عشر حبات الحبات جي الله هي بارك يعني كبيرة قيسزو جولة التعيبات مانيش حابة نقول لكم السعر تاع البيئة هاد الموديل باسكو ما قدرتش نقيمو باسكو يلحق حتى بلك ثلاثين الف الحبات ولا باسكو كبير مي انا الحاجة اللي نصحكم بها هي هادك لفون دي تاخت ديرو واحد صغير وشنو الدائرة تاوم الفوق هكا لازم تكون شوية صغيرة باش كتحطو الوردة ميقعدش اسباس بززاف كبير وديرو ديكوراسيون هكذا خفيفة نسيت مقتكم اشتاني بعد ما حطت لها فخص زيت انكو شرقية قطع شوكولاة تاختيني هادي تعال فوغاج لي ماشي كخانشي ووالا باش تاني كاي اللي دلت لهم وكاي اللي مدلت لهم شوفالا هذه هي الاغوستات اليومان ان شاء الله تعجبكم خلوا لي رأيكم في التعليقات ونتلقوا في الاغوستات الجاية ان شاء الله